موسيقى 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 أحبائي موسيقى صباحكم صباح النور صباح الأول جيد مورنن أزول بونجوغ أتو ميزامي أوديو اليوم هو أوديو توضيحي أردت أن أوضح الكثير من الأمور اللي ما زالت عالقة فيه إذا أذهر من البعض ما نكذبش عليكم تعبت ما نعرفش تعبت شوية مؤخراً حصيت أنه النص ما عادش تفهمني ممكن أضع إحساس خطأ أتمنى أتمنى أن يكون ذلك يعني اليوم رح نشرح كل الأبعاد الموازية لوجود الإنسان بصورة واضحة أنا أعتبر أن أوديو اليوم سيكون أوديو مفتاح مفتاح لكل الأرواح الوعية والأرواح التي تطلب الوعي فنزحكوش على الرسم حاولت نرسم يعني شوية فما مش فتخي فوت مش قوية أنا في الرسم طيب أولاً ما سبب هذا الأوديو الأوديو هذا سببه أني رح ندخل في مستويات أعمق في الأيام الجاية وإذا كان فيه مستمعاً ما زال ما يفرقوش ما بين النفس والروح وما زال ما يفرقوش ما بين الأبعاد فمش رح يوصلوا يعني مش رح يكون عندهم الفهم اللازم المطلوب يعني مثل ما تشوفوه في الصورة رح نتكلم سأتكلم عن الأبعاد الموازية لوجودنا نحن كبشر أول جسم أكيد تعرفوه هو الجسم الفيزيائي أو الجسم المادي المخصص لكم الجسم اللي يسموه فلان ابنه فلان أو فلانة بنت فلانة الجسم هذا هو اللي حاط عليه علامة الجماعة الأول هو الجسم الأول الجسم المادي الجسم الفيزيائي الجسم الفيزيائي هذا عنده كتلة أكيد يعني هو كتلة من الخلايا التي تجمعت لتشكله بطوله وبوذنه وبلون بشرته وكل هذا شرحته في إطار الحديث عن التناصخات في التناصخ الجيني أكيد الجسم هذا حتى يشتغل حتى يفق صباح حتى يقوم حتى يفكر حتى يشعر حتى يأكل لازم له جسم أثيري الجسم الأثيري هو الطاقة اللي تحرك الجسم المادي الجسم الأثيري هو اللي راني اللي راني ملوناته بالأسفر بالأسفر لماذا ندائما ألح عليكم على إعلاء طاقتكم لأنه كل ما زادت طاقة الجسم الأثيري كل ما زادت كل قدرات الأنسى قدرات العقلية قدرات العاطفية كل ما زادت الله في الفايبريشن لما نقوله غزانانس لما نقوله العقل يفكر أو العقل يرتب أو العقل يمنطق أو العقل يستنتج أو العقل يحلل كذلك هو نفس العقل الذي يتذبذب الفيبة الغزان الكلمة بالفرنسية مع الروح والعقل هذا لا يشتغل بصورة جيدة أو ممتازة أو ما يكونش في أعلى طاقته إلا إذا كانت الطاقة الأثيرية للإنسان في أعلى مستوياتها أوكي فإذا الجسم الثاني اللي ياخذ شكل الإنسان نفس طوله إلى آخره هو الجسم الأثيري وهو الطاقة التي تمدنا بالحياة كل يوم يعني الطاقة اللي تجعل منه أحياء أوكي بعده مباشرة هناك الجسم الأسترالي اللي ديما نكلمكم عليه ونقولكم أنه من قوى خارجية هذا الجسم الأسترالي وفيه مركز كل هو مركز كل العواطف والمشاعر والوعي بالأجسام الفيزيائية والأثيرية ما معنى ذلك يعني جسمك الأسترالي هو اللي يقول لك إذا أنت اليوم تعبان أو صحيح هل أنت مليح سحيا يعني فيزيائيا أو تعبان جسمك الأسترالي هو اللي يقول لك أنت تحب أو تكره جسمك الأسترالي هو اللي يقول لك في حضور شخص آخر مثلا إذا أنت مرتاح أو متضايق جسمك الأسترالي وهو كذلك اللي تعمل به رحالات أسترالية وهو كذلك اللي يخرج ويخلي الجسم الفيزيائي في مكانه لما تحدث ظاهرة موت أو قرب من الموت لما يقولوا الناس لقد قربنا على الموت ورأينا أجسادنا تحت وإحنا كنا نطوف أو كنا نسبح في الفضاء فوق الأجساد فهذاك هو الجسم الأسترالي اللي كان يسبح فوق الجثة أو فوق الجسم اللي كان رايح يموت وهذا كذلك اللي تعمل به رحلات أسترالية سواء في اليقظاء أو في النوم يعني أنت ممكن تعملي رحلة أسترالية وانت نايمة تفيقي الصباح تسيبها أو توجديها توجديها مسجلة عندك رحتيل كذا وعملتي كذا وشفتي كذا وشفتي فلا يعني هذي رحلة أسترالية من اللي يسجلها تقولي لي يسجلها الجسم العقلي الكومنتار والجسم السببي كذلك لقاق كزار ليجي مباشرة بعد الجسم السببي الجسم العقلي عملته على شكل دائرة لأننا كل ما نزيدون نطلعوه في الأجسام كل ما كانت الأجسام أو الأبعاد أكثر التساعا خلاص ما فيهاش صورة النيبالية ينفعوهم مش مرتبطة بصورة سواء الفيزيائية أو طاقية الجسم الأثيري يجي مرتبط بجسمك أنت يعني لو مثلا تاخذ أنت ورقة نفرضه أو تاخذ لا أدري أنا فاكهة معينة وتقطع منها جزء باستطاعتنا أننا نشوفه بكاميرا كريلون طاقة الجزء الباقي والهيئة أو الصورة الأصلية التي تفاحة مثلا لأكلت منها قطعة لأن الطاقة أو الجسم الأثيري يجي بنفس حجم الجسم المادي وبنفس صورته أما الجسم العقلي الجسم الأسترالي كذلك لاحظوا أنت جسمك الأسترالي كذلك متعلق بجسمك يعني أنت مثلا لما تدخل في حالة خوف كمية الخوف لتعاني منها أنت متناسبة مع طاقتك اللي موجودة عندك في وعيك يعني ممكن شخص تضربه بمطرقة على أصبعه ولا يتأوى لأنه جسم الأسترالي أكبر من جسمك الأسترالي أنت وانت يضربك بالمطرقة تحسن لحك لح تموت جسم الأسترالي الجسم الأسترالي متناسب أو متمافق أو يمشي بنفس الخط أو بنفس القيمة نفس القيمة العددية مع الجسم الطاقي أو الأثيري أما الجسم العقلي لا عقل الإنسان أو جسمه العقلي أو أفكاره واستنتاجاته وطريقته وذكائه يعني دخله فيه وش تحبه الجسم العقلي لا هو أكبر بكثير ولذلك قلت لكم أنه ما عندهش صورة يعني تفكيرك اليوم قد يختلف تماما عن تفكيرك في الغد أو تفكيرك بعد يومين أو ما شابه الجسم العقلي إذن هو اللي حطيت عليه علامة الضرب علامة الضرب في الغالب يسموه الجسم العقلي السفلي والجسم السببي هو اللي لونته بالبني بالبني غامق أو لا أدري أبغيكو هذا الكولوري سموه أبغيكو يعني مش مشي مش مشي هكذا الجسم السببي ما هو الجسم السببي هو اللي يجمع كل تجاربك العقلية وتجاربك الشخصية أنت كشخص يعني مثلا يسجل كل معاناتك كإنسان يسجل كل تجاربك كشخصية يسجل كذلك كل جراح طفولة مثلا إذا وجدت إلى آخره يسجل كل علاقاتك مثلا فإذا الكاغ كوزار هو ما يسمى بالنفس النفس البشرية بعض الناس يسموها النفس البشرية والكاغ أستقال أو الجسم الأسترالي بعض الناس يسموها النفس الحيوانية لام أنيمال النفس الحيوانية يعني فيها العواطف والرغبة الجنسية والرغبة العاطفية والمشاعر إلى آخره طيب طاقة طاقة هذه الأجساد متناسبة مع كتلتك أنت كجسم لا تزيد ولا تنقص فيه واحدة الدقة رهيبة في كمية الطاقة لينتجها جسمك أوكي إذا في يوم ما شعرت أن طاقتك تنزل باستمرار فاعلم أن هناك خلال الفيزياء ما أو خلال طاقي ما لذلك دايما أنا أولح عليكم على تفايل شكراتكم حتى الطاقة تسري في كل أنحاء الجسم ولذلك كتبت لكم معادلة إنشتاين الفوق اللي هي الطاقة تساوي كتلة الطاقة هي جسمك الأثيري اللي يعيش جسمك المادي هو الذي يمد البنزين أو هو خزان الطاقي للجسمك المادي أوكي الفرق بين الجسم المادي والجسم الأثيري أن الجسم الأثيري عبارة عن طاقة ستين إينارجي والجسم المادي طاقة أثيرية طاقة غير مكثفة والجسم المادي هو طاقة مكثفة كندنسي إنيرجي كندنسي طيب لما نزيد ونطلع الفوق نجدو النفس الروحية وما يسموها لقاع بوديك الجسم البودي الجسم البودي وهو النفس وهو كذلك مركز الحدس يعني في هذه النفس العليا نجدو كل أفكارنا الحدسية أو أنا نسميها كذلك بالسوبرامانتال هذا النفس هي السوبرامانتال عندنا السوبرامانتال هي أفكار خارج الصندوق هي حياة خارج الصندوق هي حياة في الوعي هي حياة في المعرفة الفورية المعرفة الفورية يعني معرفة تحصل لوجود سبب السؤال يعني كل ما تسألت على شيء توجد في هذه توجد في نفسك الإجابة لهذا السؤال بعدها أعلى جسم هو اللي أنا حطته بالبينك شوية هو ما يسمى بالروح وهي شعلة هي شعلة الحياة لأن الروح هي اللي تتحكم في كل هذه الأبعاد اللي تكلمت عليها بواسطة ماذا تقولوا لي بواسطة الحبل الفضي الحبل الفضي هذك اللي ينازل من الروح إلى أسفل الجسم وهو من يربط بين كل الأجساد الآثيرية أو كل الأبعاد الأخرى للإنسان وهو من يبقي الأنسان على قيد الحياة يعني الناس اللي عملوا تجارب قرب من الموت هذوك ناس خرج جسمهم الأسترالي من جسمهم بسبب حادث سيارة مثلا أو بسبب موت جات ولكن الحبل الفضي لم ينقطع لما تنقطع تحصل الموت لما ينقطع الحبل الفضي تحصل الموت ونقول فلان قد توفي قد مات فأول شي يحصل له أكيد هو هلاك جسمي المادي يعني يحصل تفكك لكل هذة الأجساد اللي تكلمت عليها الآن أول جسم رح يروح هو الجسم المادي بعد مباشرة بعد ثلاثة أيام يبدأ الجسم الأثيري يروح ولذلك أحيانا في بعض المقابر أو في بعض القبور يقول لك لا أدري أنا شاب أحو فلان قد خرج من القبر وشوفنا لا هو الجسم الأثيري اللي يبدأ يتلاشى فتشوفوا دخان مش دخان تشوفوا بعض يعني مثل الغيمة البيضاء تتلاشى أو تخرج من القبر وهذا هو الجسم الأثيري اللي يبدأ يتحلل أو يبدأ يروح فلما يبدأ يروح تشوفوا على شكل إنفيمي دخان دخان أبيض مش دخان أسود مش الدخان اللي ينتج مثلا على النار ولذلك كذلك ينصحوا بأن لا تحرق الأجساد قبل ثلاثة أو أربعة أيام حتى يستمحوا الجسد الأثيري بالخروج ما يحرقواش الجسد الأثيري ولنفس السبب كانت تحرق الساحرات وهنا أحياء يعني كانوا يحكموا الساحرة وهي حية يشعلوا فيها النار علاش؟ السبب نعطي لكم السبب لماذا؟ حتى يحرقون الجسد الأثيري والجسد الأسترالي لهذه السيدة لأن الجسد الأسترالي ما يكونش عندها الوقت أنه يسجل الأعمال أو الشخصية اللي عاشت بها هذه السيدة في حياتها أعمال السحر وكذلك تقوم بها فيحرقوا هذه الساحرة وهي حية فيقضيوا يقضيوا هكذا على الجسد الأثيري ويقضيوا على الجسد الأسترالي في عملية الحرق تفهمتوني؟ تفهمتوني بعد ذلك لما يمشي الجسد الأسترالي بعد ربع أيام يبقى الجسد الأسترالي سوري لما يمشي الجسد الأثيري بعد ثلث يام من ربع أيام بعد الموت يروح الجسد الأثيري وأحيانا يشوفوه الناس ويقولوا هذا شبح ومش شبح هو فقط الجسد الأثيري اللي بدي يغادر الجسم بعدها في الثلث يام تقريباً لربع أيام كما قلت لكم بعد ما يروح الجسد الأثيري يبقى الجسد الأسترالي الجسد الأسترالي ما هو يجمع ما نعرفش أنني حسب لي ما كمش تفهموني يعني حسب إما أنتم مش مركزين الأوديوهات السابقة أو كمش تعملوا ربط ما بين الأوديوهات الجسد الأسترالي هو عبارة عن الذكريات التي تم تخزينها في هذا الجسد والتي كذلك تنقش في الأسترال يعني كل فكرة عندك عاطفية عندها نظيرتها في الكون ما هي لو لو هذه الفكرة ما عندهاش نظيرتها في الكون أنت ما تعرفهاش وقلت لكم لماذا شرحتكم فيما سبق قلت لكم أنه كل الإنسان هو عبارة عن كائن يتذكر لو لم يرى الحسان لا يمكنه أبدا بواسطة جسده العقلي وجسده الأسترالي أنه يتصور حسان أو يرسم حسان على ورقة يعني الصور العاطفية اللي عندكم هي صور موجودة في الأسترال في ذيك الجسد الأسترالي يبقى بعد الموت ومن بعد تقوم يقوم يقوم عالم الموت ولذا حكوم ويشتبع عالم الموت الملائكة اللي تشتغل في عالم الموت تقوم تاخذ تصنف تاخذ مدة يعني هذا الشيء ياخذ مدة يعني يقدر يبقى العديد من السنوات يقوموا بتصنيف كل الأسترال اللي عايشوا هذا الشخص ضمن الأسترال الكوني أو في عالم الموت ولكن الجسد اللي بقى بعد الجسد الأسترالي ألا وهو الجسد العقلي والجسد السببي فهذا أولا الجسد العقلي تعرفوا أن الجسد العقلي يمكن أن تسخه على المادة يعني الناس اللي تركت لنا كتب ونظريات وعلم وهذه كلها أجسادها العقلية لا تزال موجودة على قيد الحياة لأنهم عايشين معانا بما تركوه وما تركوه وما تركوه ليس ذكره وإنما هو إنتاج لعقولهم إنتاج أجسادهم العقلية سوى الجسد العقلي في الغالب يبقى كذلك لمدة بعد ما يتحلل للجسد الأسترالي ويتم تصفياته وكما تركوه المدة تختلف من شخص إلى آخر والجسد اللي سبب وجودنا على هذه الأرض واللي يخذينا منه شخصيتنا أو الشخصيات اللي عاشت فينا لأنه مثل ما تعرفوه في التناسق قلت لكم أنه الإيغو اللي هو عبارة عن ذكريات هي التي تعود على شكل أشخاص فالكوركوزال أو الجسم السببي يبقى موجود بكل الشخصيات التي عاشت فيه يعني ذك الإنسان الميت ما يعودش في لام خالد ولا رمزي ولا لا أدري يبقى مجموعة الشخصيات اللي عاشت فيه منذ أن وجد في أول مرة تقولوا لي متى وجدها في أول مرة هذاك من علم ملائكة أكبر أو من علم قوة قوة أكبر ألا وهي سمحوني أحبائي توقف للتسجيل فإذا قلت في إطار سؤالي متى بدأ متى بدأت شخصيات الإنسان فهذاك كما قلت من علم آخر وهو علم أعلى وهو علم ملائكة تخصيص الأرواح وهذاك ذيك هنخصص له أوديو لأن الروح ستظهر في وعاء معين ويجب أن يتناسب الوعاء مع الروح والعكس كذلك صحيح يجب أن تتناسب الروح مع الوعاء الذي ستظهر فيه ولذلك فيه أناس مش قادرة بسبب إعاقات جسدية مثلا أو بسبب نقص معين من الوصول إلى أعلى قدرتها كبوتنسيال يعني كمادة خام أو كمادة روحية كعلم روحي يعني فإذن حتى نفصله بين النفس والروح النفس هي مجموع الأفكار التي تم تحقيقها على أرض الواقع أو الآن في الفترة اللي يعيش فيها الإنسان أما الروح فهي كل الأفكار التي لا تزال في الكون و يمكن لهذه الروح أن تستقطبها أو أن تتذكرها أو أن تجمعها يعني حتى نعطي مثال أوضح أو مثال أبسط هو مثلا مثلا عندك مثلا جهاز معين في كثير من الأمور اللي يقدر يعملها أبشنز يعني ولكن أنت مستعمل منه مثلا عشرة أبشنات أو عشرة قدرات نفس الشي فإذن الروح هي مثلا خمسمائة خمسمائة أو ستمائة أو ألف أو ملاد من العدد الطاقي اللي تملك منها من الاحتمالات اللي يمكن أن تحققها والنفس هي فقط الأشياء أو الأفكار أو المشاريع أو الحياة التي حققتها إلى حد اليوم اللي سمعني فيه لأنك كنت دايماً في رحلة بحث في رحلة وعي كل ما زلت طلعت كل ما حققت الأكثر من الاحتمالات الموجودة عندك في دفتر كروحي العقل وظيفته هو الربط الربط بين الأعلى والأسفل الربط بين الروح ككائن علوي والسوبرامونطال أو النفس الروحية إذا صح هذا التعبير لم أجدت لاش تعبير بالعربية إذن العقل هو الربط بين السوبرامونطال عندك بواسطة منظم الفكر والجسم الفيزيائي العقل فيك تستعمله بطريقتين تستعمله للمنطقة يعني للمنطق والتحليل والاستنتاج والمعرفة وتستعمله كذلك للحدث يعني أنت لما تجيك فكرة معينة أو نادر صوت داخلي معين فهذا حدثك وهو منك من عقلك ونفس الشيء لما تصل الاستنتاج معين فهو من عقلك فإذا العقل عنده طريقتين في العمل يأما يشتغل بمعرفة فورية بواسطة الحدث يأما يشتغل بمعرفة اجترارية أو معرفة تذكرية بواسطة النفس فانت كإنسان عليك أن تستعمل حدثك ومعرفتك الفورية التي تؤهلك من إنقاس الخزان الفكري الموجود عندك وترتاح يعني مش مضطر أنك تخزن كل شيء وأنك تشتر كل شيء بدل من المعرفة الاشترارية أو التكرار أو تذكر ما صنعه الآخرون نادي ذا كان وصلت الفكرة بصورة جيدة أتمنى أتمنى مي حنقول هالكم جملة بالفرنسية لا ريزان أو العقل أو المنتال peut ريزاني يكن كلور يبو او سي ريزاني ريزاني بمعنى مش منطق ريزاني بمعنى تذبذب يبو فيبر فيبر يسانتير تحياتي عليكم السلام عليكم